طب هنا هرجع لضفنا العزيز وزمنا العزيز أستاذ حسام رأيك إيه في هذا الكلام على مسألة تعلم اللغات؟ أنا ألاقي دايماً من حاجة وأظن ده جزء من مبادرة تكتب صح إن الأجيال اللي بدأت طالعة العالبات ما بتعرفش عربي حتى في كلامهم العادي يعني بيستبدلوا الكلمات العربية بالأسهل له إنه إنجليزي، فرنساوي، ألماني يقولك يعني اللي هي كذا دي يعني إيه ده أنا في مصر أنا أنا مش في حتة تانية قولي وجهة نظرك الحقيقة أنا باتفق مع حضرتك مع الدكتورة فعلاً إن طفل قدر على استعاب أكثر من لغة قبل سن السادسة وبعض العلماء بيمدها لحد سن العشرة لكن هي الإشكالية إنه هو تعلمه للغة أجنبية أو إتقانه للغة أجنبية قبل أن يتقن لغة الأم يؤثر عليه معرفياً وسلوكياً وأخلاقياً وكل الحاجات زي ما حاك تقول أقول فعلاً اللغة اللي بيتحدث بها إليه أكتر هي اللي بتأثر عليه وهي اللي بتبقى لغة الأم فلو كان الأم والأب بيحدثوا بلغة إنجليزية أو ألمانية أو فرنسية داخل البيت هيعتبروا أن دي لغة الأم وهيتقنها أكتر من اللغة الأساسية وهيبقى من الصعب جداً فيما بعد أن نحن نقوم ده فأولاً نعلم لغات لكن يبقى أولئنا الأول للغة العربية نبدأ بيها نمشي قدر معقول فيها لحد ما يقف على رجليه وبعد كده نبدأ نتلقى علوم أخرى خصوصاً إن اللغات كلها شبه بعض فيه قواعد عامة بتحكم اللغات في النهاية في منطق واحد بيحكم اللغات كل اللغات فيها فاعل وفيها مفعول وفيها صفة بالتالي بالفعل العلماء أثبتوا أن تعلم لغة بيؤدي ويساعد على تعلم لغة أخرى لكن الفكرة بس حت الترتيب الأولوية كمان المشكلة أن تعلم اللغات مبقاش وسيلة لاقتحام عصر العلم لتحصيل المعلومات لا للأسف بقى جزء كبير منه هو نوع من أنواع التظاهر أو البريستيج الاجتماعي الوجاهة الاجتماعية وحاجة لما بتشوف الناس بيكلموا أولادهم بلغة أصلا هاجين ولا هي عربي ولا هي انجليزي ولا هي فرنساوي فهتحس أن فيه خلل ما فيه تجربة شهيرة جدا للدكتور عبدالله الدنان ده دكتور سوري تجربته في تعليم ابنه من أول ما تولد كان يتحدث إليه باللغة العربية الفصحة فقط ما بيتكلمش حتى هو غير قادر على استعاب اللغة أو فهمها أو الحديث بها وعلى الجانب الآخر والدته بقية الأسرة بيكلموا باللهجة المحلية بتاعتهم فالطفل المجرد ما بدأ ينطق الحروف ويركب الجمل كان يتحدث الفصحة ببراعة ويعرب ويتكلم كلام مفيش فيه خطأ نحوي على الإطلاق بدون ما يعرف القعدة وهو ده أساس تعلم اللغة عموماً يعني إحنا بنعلم اللغة عربة غلط مش الفكرة ده أنا أقول للولد ده فاعل وده مفعول ده اسمه وصف اللغة لكن اللغة هي أن أتحدث بها وأتواصل معه اللغة تعال حراك هات لخريج جامعة أزهر خريج لغة عربية حد متخصص جداً وقول له كلمني خمس دقائق دون لحن دون خطأ في اللغة مش أعرف يعبر عن نفسه فالصحة أصلاً في تعليم اللغة واللي إحنا بنقول الطفل يتعلم اللغة في سن مبكرة مش إن أنا أجيب له ده المبتدأ وده لا إن أنا أتكلم معاه ومارس معاه اللغة وبطبيعة الحال هيحاكي لأن اللغة قائمة على المحاكاة هيحاكي وهتكلم زي بالزبط وبالتالي يتحسن لسانه حتت بقى فاعل ومفعول دي مش دلوقتي خالص ولا في المرحلة الابتدائية كلها والدليل حضرك لما بتشغل فيلم كرتون مدبلج شوف الأولاد الصغيرين بعد ما بيعودوا قصادوا بطلعوا بيسمعوا الفيلم بالفتحة بالكسرة ما بغلطش بل إنه قادر على اختلاق جمل أو تركيب جمل ممثلة اللي هو سمعها بنفس الإعراب بنفس الأداء بدون لحن من غير ما يعرف الموقع الإعرابي للكلمة ولا دي فاعل ولا دي مفعول هو القنوات التليفزيونية المخصصة للأطفال اللي بتتكلم باللغة المدبلجة بالعربية الفصحة المدبلجة طبعا بتؤثر يعني أنا شفت ابن أختي الزغير راتي هو كبر لاتي بأطول مني وهو صغير فأختي بتقوله على شيء ما أمر ما يعني لا أنت أم مستبدة الله بالإعراب أنا قدلت بفصله كده كده نستبدة خلينا أقول برضو إن العناصر بتاعت الجزل بتاعت الألوان والحركة بتؤثر في سرعة الاستعاب وسرعة اكتساب اللغة ده حقيقا يعني خلينا أنا كده وإحنا كده متفقين إن اللغة التي يتقنها الطفل هي اللغة اللي بيمارس بيها أنشطه اليومية وما فيش مشكلة أنه يتعلم لغات إضافية لكن مع تحفظنا على المحافظة على اللغة الأم في الأنشطة اليومية وداخل الأسرة وخلال أنشطة حياته إنما يكتسب لغة أخرى ما فيش مشكلة بس ما تكلمش بيها في حياتي اليومية وعندما في عندنا جملة اللي هي دايما نتريق بيها يعني على نوعيات من الأمهات اللي هو بتاعها بودي يلا اطلع من الماء عشان تشرب أوتر ما تشرب ماء يعني اطلع ماشي تشرب ماء بس أدي كل القصة اطلع بحي تشرب أوتر كده خلاص اللي بابة يعني ما حصلش